عفوية لطيفة جداً وتلقائية وأبوة وكده يعني لقطة كده كلها لطف شديد جداً من سيادة الرئيس وده بيأكد على فكرة العمل التطوعي قد إيه الأسر لما بتدفع بأولادها سواء أطفال صغيرين أو شباب فإذا الأسرة كمان عارفة إنه ده بيأكد على شخصية الشباب كل ما أنا أقوله إنه بيشارك في مجتمعه وبيحس بالآخر مش مجرد بس إنه قاعد بيتعلم وقاعد في البيت أو بيروح النادي أو موجود مع أصحابه لا ليك دور في المجتمع والمجتمع محتاج قوي إنه إنت كمان تشارك فيه لو بيتعود على العمل التطوعي من هو صغير حيبقى شاب عظيم ومواطن أعظم فأعتقد تحية كمان للأسر المؤمنة جدا بفكرة التطوع وبتشجع الأطفال أو الشباب إنهما يبقوا موجودين في طبعا هذه الحملات والمبادرات الرائعة خليني أخد مزيد من التفاصيل وأعود لمبادرة كتف كتف وليلة الخير اليوم مع مدخلة من الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناعة الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساء الخير يا فندم مساء الخير لحظتك يا فندم أهلا وسهلا مساء الخير يعني النهاردة يعني بجد اللي شفناه من ساعات فيه استاذ القاهرة وكأنه استاذ الخير الحال كان مبهج قوي واللي كان حاصل في الاستاذ هو الحقيقة بيبين عن روح هذه المبادرة الجميلة اللي بتجمع التحالف الوطني والمؤسسات كمان اللي موجودة في مصر كلمنا عن هذه الليلة الحقيقة كان يوم من أيام المفرحة والمبهجة لكل متطوعين أكثر من 300 ألف متطوع من أعضاء حرفة العمل الأهلي و33 مؤسسة خيرية وتنموية شرطاء في هذا الحدث العظيم هو الأكبر من نوع في تاريخ المصري اشتراك أكثر من 6 مليون سلة غزائية بتوزع الأكثر من 25 مليون مستفيد من أهلنا في 27 محافظة انطلقت السيارات الآن وأنا بكلم حضرتك بتتحرك على جميع المحافظات من سهاج وأسيوت والمينيا ولؤسر وانتهينا أكثر من 16 محافظة رمضان الأسبوع الماضي وإن شاء الله هنخلط 27 محافظة خلال 3 أيام يعني قبل يوم واحد رمضان بإذن الله يكون الخير ده كله وصل لكل أهلنا في كل الكرة وكل النجوع فيه كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 3 مراحل إن شاء الله مستهدفين نكمل مبادرة كتشف كتشفة على مدار العام كان لنا الشرف النهاردة في تفقد واستفاف السيد الرئيس لكل سيارات المحملة بالكرتين والحقائب الغذائية كلماته والثناء على جهود المستوعين وجهود الجمعيات العضاء داخل التحالف هي كان شهادة فخر واعتزاز لنا جميعا في كل الجمعيات شرفنا إن احنا كنا في صنوع الخير أول قافلة تتحرك بعد إشارة البدء من السيد الرئيس وقت ما أطلق الإشارة التحرك للسيارات والحمد لله تحركنا الآن يمكن أول مجموعة السيارات ذات في طريقها إلى محافظة سهاج ومتحركين أيضا في محافظات وجه بحر إلى محافظة البحيرة والغربية ومحافظة الشرقية والدأهلية والمنوخية فالحقيقة يمكن كتيبة من التنفيذيين والمتطوعين والموظفين وكل أفراد الجمعيات الأهلية الشريكة والدعمة لهذا الحدث العظيم والأكبر في عام 23 إن شاء الله مستمرين على مدار الجمعية القادمة يعني ليل النهار بتواصل خليط عمل وخليط نحل بتشتغل في كافة المحافظات في مطابخ للوجبات الساخنة في تغذية مدرسية للأطفال في أكتر من ربعمائة ألف أسرة هيوصلها دعم غزائي بشكل شهري مش فقط في شهر رمضان إن شاء الله أستاذ مصطفى يعني الحقيقة كل اللي حضرتك ذكرته وأنا سعيدة وأعتقد كل الأهالي في انتظار هذه القوافل الخير وقوافل المحبة المصريين يتكتفون كتف في كتف بشكرك شكرا جزيلا خليني أكد أنه 16 محافظة زي ما قال أستاذ مصطفى زمزم سهاج بنتكلم على سهاج الشرقية والمنوفية والبحيرة وكل هذه المحافظات وباقي المحافظات سيصلها الخير